محافظ صلاح الدين ووزير الدفاع يناقشان الأوضاع الأمنية والاستقرار المتحقق في المحافظة وأمر نبي دفع القوات الماسكة للأرض مسافة 90 كم باتجاه مناطق الجزيرة والحلبوسي يؤكد تطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول الجوار والأشقاء والعراق في مرحلة جديدة من النهوض خلال الفترة المقبلة والمحكمة الاتحادية تقرر تأجيل دعوة طالب شرعية إعادة فتح الترشيح لرئاسة جمهورية إلى مطلع آذار المقبلة ووزارة العمار توافق على شمول موظف العقود بقرار توزيع الأراضي والمقاتلات العراقية تدكوا هدفين يتحصن بهما داعش الارهابي في كاركوكا من العناوين إلى تفاصيل نشرتنا لهذا اليوم أهلا بكم التقى محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل وزير الدفاع جمعانات سعدونة وتم خلال اللقاء مناقشة الأوضاع الأمنية في المحافظة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققتها القطاعات العسكرية في ملاحقة بقايا عصابات داعش الارهابية في أنحاء متفرقة من المحافظة وبناء على ما حققته تلك القوات في فرض سيطرتها الكاملة على محاور العمليات قرر وزير الدفاع دفع القوات المسكة للأرض مسافة 90 كم باتجاه مناطق الجزيرة مما يضمن السيطرة التامة على مساحة شاسعة منها كما حصلت موافقة وزير الدفاع على استحداث فرقة قتالية في مركز صلاح الدين من أجل رفض الملف الأمني بالقدرات العسكرية القادرة على بسط الأمن والاستقرار فيها أكد محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل المصالحة والتسامح ودعم القوات الأمنية من أبرز مقاومات الاستقرار التي نحنص على تعزيزها وفأن لدماء الشهداء وحفاظا على النصر الذي تحقق على الإرهاب وكرس المحافظ اجتماعه الموسع معها لقضاء الدجل ونحية يثرب بحضور النائب ناسك مهدي غريب وقادة أمنيين وشيوخ عشائر لبحث السبل الكفيلة لإعادة النازحين الأبرياء وخطة تأمين متطلبات استقرارهم وإعمار مدنهما كما أشهد الحاضرون بجهود المحافظ وحرصه الوطني لتعزيز الأمن والاستقرار مجددين الوقوف معه للمضي في مشروعه العمراني والإصلاحية استقبل النائب الفني لمحافظ صلاح الدين عمار حكمة البلداوي بمكتبه عميد كلية الزراعة بجامعة تكريت الأستاذ الدكتور ثامر عبدالله زهوهنة واجرى خلال اللقاء بحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك أبرزها خدمة الواقع التعليمي وتقديم كافة الإجراءات اللازمة والهادفة لتطوير هذا الملف والاستفادة من الخبرات العلمية ومنها الزراعية التي من شأنها أن ترتقي بالواقع الزراعي على صعيد المحافظة وفي نهاية اللقاء قدم عميد كلية الزراعة درع الإبداع للنائب الفني على جهوده المتواصلة في دعم ركائز التعليم بشكل عام تنفيذنا لتوجيهة وزارتي الداخلية والمتضمنة تخصيص يوم من كل أسبوع لمقابلة الضباط والمنتسبين والمواطنين اللواء الحقوقي قنديل خليل محمد قائد شرطة صلاح الدين والمشأت باستقبال الضباط والمنتسبين والمواطنين بمكتبه وبحضور لجنة المقابلة حيث استمع قائد الشرطة لمشاكلهم ومطالبهم وأمر الأقسام المعنية كافة الوقوف على هذه المطالب وأحلها وفق السياقات القالونية وبالسرعات الممكنة أكد مدير عام صحة صلاح الدين الدكتور رائد إبراهيم حمد خلال جولته التفقدية برفقة المحافظ الدكتور المهندس عمار جبور خليل والقاد الأمنيين على تقديم الدعم اللوجستي للأسر العائدة في منطقة القراغول وتهيئة كافة المستزمة الأساسية لهم والتي تساهم في إعادة استقرارهم وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي اليوم جولتنا برفقة السيد المحافظ والقاد الأمنيين في المنطقة الهدف من عدها هو تقديم الدعم اللوجستي للنازحين وتسهيل عودتهم إلى ديارهم هناك مقررات قررها السيد المحافظ في هذه الزيارة نحن كدائر الصحة كان برفقتنا مدير القطاع ومدير المستشفى هيئة لثلاث بيوت صحية راح تفتح بهذه المناطق مناطق النازحين بالإضافة إلى أن سيارات إسعاف راح تكون موجودة والإضافة إلى حصص دوائية ومواد مختبرية وكذلك حملات لقاحية سوف تقوم بها فرقنا الجوالة منذ يوم قد إن شاء الله من جهة أخرى نشدت مديرة غرفة التجارة في محافظة صلاح الدين انتصار جاسم الفراس الدكتور المهندس عمار جابور خليل محافظ صلاح الدين لتفعيل دور غرفة التجارة وإجبار التجار على تسجيل مشاريعهم التجارية وتجديد هويات الاشتراك الخاصة بالغرفة وذلك من أجل تنظيم العمل التجاري على صعيد المحافظة بالنسبة لعملنا في غرفة تجارة تكريت عبارة عن اصدار هويات للتجار ساعدتهم بالقيام بعمالهم التجارية وعدنا طبعا بالنسبة للمطاعم بالنسبة للكفتريات بالنسبة حتى صياغة الذهب التجار يعتبرون الصيرفات لكن لدى اللاحظة احنا طبعا معظم التجار اللي هما موجودين في محافظتنا كعامة صلاح الدين مفتحين محلات مفتحين صيرفات بدون الرجوع إلى دائرتنا فاحنا من هذا الموقف نوجه نداء إلى السيد المحافظ أن يدعمنا لأنه طبعا غرفة تجارة هي دائرة رئيسية وتقوم بعمال التجارة بالنسبة للتجار وهويتنا مطلوبة من ناحية مساعدة التاجر في السفر أو في سحب القروض لكن اللي لدى نشوفه يعني اقبال التجار قليل إلى دائرتنا سجلت الأسواق التجارية والسوق صرف العملة انخفاضا طفيفا مع زيادة بالعرض للدولار في أسواق قضاء الضلوعية مقابل المحافظة على الارتفاع بعموم أسعار البضائع الأخرى مرحبين بالدعوات البرلمانية المطالبة بتخفيض سعر الدولار رسميا المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة جاسم الأبو جاسم سجل ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ارتفاع أسعار السلع والاحتياجات اللومية بصورة غير اعتيادية في أسواق العراق مقابل صرفه أمام الدينار العراقي مخلفا أوضاع توشك على أن تخرج عن السيطرة ويكون المواطن فيها المتضرر الأول أسعار صرف الدولار صار بها انخفاض صار يومين تقريبا يعني ألفين دينار كل ميت دولار اليوم جتنا بضاعة صاعدة كل كارتون ألف دينار يعني تناسب عكسي وانخفاض الدولار المواطن جاء تصعد التجار جاء يصعدون بها تحسب الانخفاض الدولار يعني يظلون مسيطيرين أمه والمواطن الفقير واقع به يعني نحن نعمل من البرلمان يعني يشوف حال مثلا يحاول يعني يخفضون الدولار ويراقبون التجار يصير رقابة على التجار يعني بكيفهم جاء يتلاعبون التجار يصعدون بالمواطن يصعدون ينزلون ونزلوا المعاكو بس لا يصعدون يعني ينخفض سعر الدولار يصعدون المواد فظل المواد نفسها ما تنزل من السوق المحلية والله إحنا نطالب ومع قرارات البرلمان بانخفاض سعر الدولار لأن أقلب المجتمع العراقي 95% أو 90% هما من الطبقات الوسطى والأدنى ومثل ما تشوف إحنا مقبلين على شهر رمضان جماعة أهل الدخل المحدود يعني صعب عليهم أنه يتسوق ومن يعني شون تقول يعني صعب يعني ما يقدر يعني ما يسطر على المصرف أصحاب المحال التجارية والمهن كافة بينوا أن رفع قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي هو عمل غير صعب حتى أنه تسبب من شاكل أضفة بظلالها على أصحاب الدخل المحدود وتوقف شبه نهائي بعمليات البيع والشراء وأصبحت البضاع للعرض فقط وما يقتنيه المواطن هو فقط لصدقوته اليومي موضوع صرف الدولار قديما كان 125 ألف دينار الأمور ما شيء والعمل مستمر والمستفاد من أدهل سواء إحنا يعني كأصحاب مصلحة أو المواطن البسيط حاليا أنه بعد صعود المواد وصعود الدولار أصبحت مضاعفة على المواطن المواطن ما يقدر يصل ويستفاد من هذا السعر الموجود وإحنا حاليا بالنسبة لنا أي بيع ماكو تصبح تمسى علينا بيع ماكو شراء ماكو إذا ممكن ديون ممكن بيع ديون فقط أما بيع نقد ماكو على هذا صرف الدولار السعر ما صرف الدولار أنه يتأذى بيه المواطن الفقير وصاحب المصلحة الموجودة سواء أنا سواء أبو المواد الغذائية سواء أي شخص موجود بصعود الدولار كنا منظرين أي ما أنفع مواطن أكيد إحنا داعمين لهذه الخطوة لأن تخفف من العباء على المواطن ومقبلين على شهر رمضان المواد دائما صعود مواد تقدر أغلب المواطنين توفير الحاجة الأولية لهم والعوائلهم كذلك إحنا أصحاب مصالح فهذه زادت يعني أثرت على السوق أثار سلبي وقل السوق قل البيع قل التعامل نصفه للليل قاعدين يعني البيع قليل جدا تعديل سعر صرف الدولار هو قرار يرتقبه الجميع للخروج من أزمة ارتفاع الأسعار سواء بشكل مباشر أو تدريجيا فالفائدة منه أو عدمها لا تعني شيئا للطبقة الفقيرة والمتوسطة لقناة صلاح الدين الفضائية جاسم الأبو جاسم الضلوعية أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إن العراق بدأ مرحلة جديدة من النهوض بعض انتهاء ملف التاريخ وقال الحلبوسي في تغريدة نشرها على موقع تويتر إنه بعد انتهاء الالتزامات الخاصة بملف التعويضات نتطلع اليوم لبناء أفضل العلاقات مع الجيران والأشقاء والأصدقاء متجاوزين أثار عقود من سياسات الاستعداء والمواجهة والتصعيد وبدئ مرحلة جديدة للنهوض بالبلد وإخراجه من مرحلة تداعية الحروب المتعاقبة ومن جانبه أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين خروج العراق من إجراءات البند السابع بإتمامه وغلقه لملف التعويضات الكويتية وقال الوزير حسين في كلمة أمام مجلس الأمن في جلسته المنعقدة والمخصصة لملف التعويضات إن العراق يطوي اليوم صفحة مهمة من تاريخه استمرت أكثر من ثلاثين عاما وأضاف اليوم تبدأ صفحة جديدة من تاريخ العراق الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي تعزز دوره الإقليمي والدولية قررت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل دعوة طعن بشرعية فتح الترشيح مجدداً لمنصب رئاسة الجمهورية وأكد مصدر مطلع أن المحكمة قررت تأجيل ألبت بدعوة إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية إلى الأول من مطلع الشهر المقبل وفي وقت سابق أعلن البرلمان العراقي وتحديداً في تسامن من شباط الجاري عن فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية بعد فشله في عقد جلسة اختيار الرئيس جراء مقاطعتها من قبل أغلب الكتل السياسية أكد القياد في الإطار التنسيقي تركيا العتب يستحال التشكيل حكومة دون توافق شيعي مبيراً أن تحالف أثبات الوطني المرتقب إعلانه سيضم أكثر من 140 نائباً وقال العتبي أنه من الصعب تشكيل حكومة جديدة دون توافق شيعي شيعي في اعتبارهم المكون الأكبر وعليهم مسؤولية اختيار مرشح رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى أن هناك خطوات بهمة تخذت في هذا الإطار سيجري الإعلان عنها قريباً جداً وأضاف أن قوى الإطار التنسيقي ماضية في تشكيل تكتل سياسي ضمن حو 140 نائباً خاصة مع قرب انضمام 25 نائباً مستقلاً إلى التنسيقي لافتاً إلى الحراك السياسي في حل الإشكالية التي تعترض حسم المناصب ودفع تشكيل الحكومة للأمام مستمراً وشيراً إلى أن معضلة منصب رئيس الجمهورية ستحل خلال أسبوع أو اثنين من خلال طرح مرشح توافقي للقوى الكردية مؤكداً بأنه دون التوافق لا يمكن حسم الأمور دعا النائب السابق عن المكون الشبكي قصي عباس الشبكي لإعداد سجل خاص لأبناء الأقاليات لضمان حقوقهم وتثبيت قرار المحكمة الاتحادية العليا وأقل الشبكي أن تمثيل الأقاليات في مجلس النواب يعتبر تمثيلاً رمزياً وغير كاف لصناعة القرار الوطني وشيراً إلى أن تعداد المكون الشبكي يربو على 300 ألف شخص وأضاف أن المادة الدستورية التي حددت مقعداً لكل 100 ألف نسمة وذلك لعدم وجود تعداد سكاني فبقاء المقاعد بهذه الطريقة يمثل غاية للكتل السياسية وأوضح أن الكرة باتت في ملعب البرلمان لإنصاف الأقاليات بما في ذلك الشبك وأشعر إلى أن الأحصاء السكاني للأقاليات الذي حصل على موافقة وزارة التخطيط ويدخالهم ضمن حقول الأقاليات في الفترة السابقة فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية تمثيل الأقاليات في العراق من الطائفة الأزيدية في البرلمان عبر مقاعد الكوتا أعلن محافظ وسط محمد جميل المياحي عن موافقة وزارة الأعمار على شمول موظف العقود بقرار توزيع الأراضي وأقال المياحي في بيان حصلنا رسميا على موافقة معالي وزير الأعمار والأسكان والبلديات والأشغال العامة المهندسة نازنين محمد على شمول موظف العقود 315 بخطة توزيع الأراضي السكنية وأضف المياحي وجهنا الدوائر البلدية لاستلام المعاملات واستكمال إجراءات التقديم وفق التعليمات النافذة واستكمال مسح وتخصيص الأراضي دعا مصرف ورفدين زبائنه إلى عدم التعامل مع المواقع الوهمية التي تنشر معلومات عن السلف والقروض وأوضح المكتب العلمي للمصرف أنه ذاك روابط ومواقع وهمية تشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمارس النصب والاحتيال والابتزاز بحق الزبائن من خلال إيهامهم بمنحي السلف والقروض مستغلين عدم معرفة الموظفين بالإجراءات المادية والمصرفية وأشار إلى أن هذه المواقع تقوم بالتضليل على الزبائن من خلال سحب مستمسكاتهم بحجة الترويج على السلف والقروض وأدعى البيان إلى الحذري من تلك الممارسات وعدم التعامل مع من يدعي اعتماده من قبل المصرف وتواخد دقة بهدف تحصين الزبائن من تلك الأفعال غير القانونية بغية الحد منها والكشف عن مرتكبيها عبر إبلاغ المصرف عن أي حالة مشبوهة لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين أفادت خلية الإعلام الأمني بأن المقاتلات الحربية العراقية شنت غراء استهدفت بها كهفين يتحصن فيهما عناصر تنظيم داعش في محافظة كاركوك وأقلت الخلية في بيان أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خليات الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات الأف-16 العراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كواكرين للعناصر الإرهابية في منطقة قوش قايا ضمن محافظة كاركوك ووفقا للبيان فإنه تم تدمير الواكرين بالكامل أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل مسلح من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالا وقالت الوزارة في بيان أن قوات الجيش لحقت مسلحين اثنين من داعش الإرهابي كان يعتزمان مهاجمة نقطة أمنية للجيش في منطقة الخزرج التابعة لناحية مندلي بمحافظة ديالا وأضافت أن قوات الجيش قتلت أحد المسلحين إثر اشتباكات مسلحة في ملاذ الآخر بالفرارة مشيرة إلى أنها لا تزال تمشط المنطقة بحثا عنه وفي الفترة الأخيرة كثف داعش هجمته ضد أهداف عسكرية ومدنية في مناطق شمالي وشرقي البلاد وتطلق القوات العراقية بالمقابل حملات وعمليات عسكرية على فترات متقاربة لملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي والقضاء عليهم أعلنت قيادة شرطة نينوى القاء القابض على خمسة متهمين بتجارة المخدرات بينهم إمرأة وقالت القيادة في بيان أن مفارس المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثيرات العقلية في محافظة نينوى تمكنت من القاء القابض على خمسة متهمين بينهم إمرأة يقومون بباع وترويج وتعاطي الحبوب والمواد المخدرة وأضاف البيان أن القوات الأمنية ضبطت بحوزتهم كمية من المواد المخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وتوقيفهم وفق المواد الخاصة بالمخدرات تتابعون في نشرتنا بعد الفاصل تربية كردستان ترفض تقليص المناهج أو تمديد العام الدراسي الحالي وشرطة أربيل تفكك عصابة متخصصة بسرقة السيارات عبر الاستعانة بنظام جي بي أس وبحث علمية ومشاريع نجحة في العراق لخدمة ومعالجة مرضى الكورونا وبوتين يقول أن مصالح وأمن روسيا مسألتان غير مطروحتين للتفاوض وغوترش يقول مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية وأمير عربي يبيع قصرا شهيرا في باريس مقابل 200 مليون يورو إلى التفاصيل مجددا أهلا بكم أعلن وزير تربية إقليم كردستان ألان حمسعيد عدم تقليص المنهج الدراسية أو تمديد العام الدراسي الحالي وقال الوزير في تصريح أدل به للصحفيين لا يوجد أي قرار من الوزارة يقضي بتقليص المناهج وأنها لا تؤيد هذا الأمر أيضا ونفى أيضا أن تكون وزارة التربية تعتزم تمديد سنة الدراسية الحالية وخلال سنتين ماضيتين وأشتيح فيروس كورونا لإقليم كردستان قدمت وزارة التربية تسهيلات للطلب عبر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد المعروف بالأونلاين إضافة إلى تقليص المناهج الدراسية الداخلة في الامتحانات النهائية أعلنت مديرية شرطة محافظة أربيل تفكيك عصابة مؤلفة من خمس أشخاص متخصصة بسرقة السيارات عبر الاستعانة بنظام تحديد المواقع العالمي جي بي أس وقال المتحدث باسم شرطة المقدم هوكر عزيز في مؤتمر الصحفي أنه بعد سرقة سيارة نوع مارسيدس في مدينة أربيل فأن مفارس قسم مكافحة الجريمة فتحت تحقيقا شاملا تمكنت من خلاله تحديد موقع المتهم الرئيسي وألقى القبض عليه أثناء تواجده في شركة جي بي أس لربط هذا النظام بالسيارة المسروقة التي ضبطت أيضا مبين أن المتهم اعترف بقيامه بارتكاب جريمة مشيرا إلى أن العصابة كانت تعطيز مسرقة سبع سيارات باهضة الثمن بنفس الطريقة وتمكنت المفارس من تعطيل النظام وإحباط العملية كما أشار المتحدث باسم شرطة أن جميع أفراد العصابة هم من أهل مدينة أربيل أنجز قسم والبحث والتطوير في شركة العمل لمعدة الاتصالات والقدرة بعض من المشاريع المهمة التي تخدم المواطن وبالتحديد الأطباء والممرضين الذين يعالجون مصابي كورونا حيث قامت الشركة بتصميم وتصطيع منظومة مراقبة مرضى وباء كورونا لقياس مستوى الأكسجين وارتفاع وانخفاض ضربات القلب وقامت أيضا بتصميم وتصنيع محطة الرصد المائي النوعية لقياس مستوى ميه الأنهار التي تستخدم بتقنية الليزارة بعد انتشار مرض كورونا وتداعيات كورونا وبسبب الإصابات الكثيرة في الجيش الأبيض بسبب تلامس القريب مع المرضى قام قسم البحث التطوير التابع للشركة العام وعدات الاتصالات والقدرة لتصنيع منظومة لقياس الأكسجين ونبضات القلب لمرضى جائحة كورونا وهذه المنظومة تشتغل بنظام الواي فاي يعني المريض بعيد عن الدكتور أو الممرض ولكن هذه المنظومة تقيس عشر مرضى عن طريق شاشة مونيتر ويتم متابعة هذه المرضى عن طريق الشاشة بارتفاع نبضات القلب أو انخفاض نسب الأكسجين بالدم ويتم متابعتهم خلال 24 ساعة على مدار الساعة والجهاز يكون مربوط عند الشخص المريض والمتابعة عن بعد بواسط الشاشة مونيتر ويظهر عليها عشر مرضى قام قسم البحث والتطوير بإنشاء محطة الرصد المائي التي تحتوي على منظومتين منظومة رصد ارتفاع مستوى الماء التي تستخدم تقنية الليزر ومنظومة رصد المائي التي تحتوي على قياس مستوى الماء باستخدام الرادار وقياس مواصفات الماء الرصد الليزري تم تطويرها وتعمل على ثلاث طرق بأما يدوي أو أوتوماتي كل ساعة أو تشتغل عن طريق المخاطبة بواسط حاسبة أو موبايل عن بعد لاستلام ارتفاع مستوى الماء منظومة الرادار وقياس مواصفات الماء هذه منظومة تعتمد على جهاز الرادار لقياس مستوى ارتفاع الماء وقياس مواصفات الماء الحامضية والملوحة والتوصيلية تم قياسها عن طريق حساسات وقراءتها وعرضها على شاشة المنظومة ومن ثم إرسالها إلى الموقع الويبسايت الذي قمنا بإنشاؤه وإرسالها إلى وحدة استلام المعلومات في بغداد عن طريق الحاسبة المركزية أكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصالح بلاده وأمنها غير قابلة للتفاوض مع تجديده في الوقت ذاته على أن موسكو مستعدة للبحث عن حلول دبلوماسية للأزمة الرهنة مع أوكرانيا والدول الغربية وأذكر بوتين تهديدات تتعرض لها روسيا منها التراخي في نظام ضبط الأسلحة والنشاطات العسكرية لحلف شمال الأطلسي مشددا على أن مخاوف بلاده لا تزال من دون أجوبة ومن جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتراف موسكو بالمطاقتين لانفصليتين في شرق أوكرانيا وارسالها قوات إليهما بأنها بداية الغزو الروسي لأوكرانيا معلنا عن حزمة عقوبة ردا على خطوة روسيا وبدأت أوكرانيا في تجنيد جنود احتياط تتراوح عمرهم بين 18 و60 عاما تطبيقا لمرسوم من أصدره الرئيس فلودمير زيلنسكي والحد الأقصى لفترة الخدمة عام واحد وعلن زيلنسكي أنه استدعى جنود الاحتياط لفترة خاصة لكنه استبعد التعبئة العامة بعد أن أعلنت روسيا أنها ستنقل قواتها إلى شرق أوكرانيا وجه ألمينو العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش انتقادا شديد اللهجة لموسكو بقوله أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ليست قائمة طعام انتقائية يمكن للكرملين أن يختار منها ما يشاء مطالبا روسيا لتزام هذا الميثاق بالكامل فيما يخص العلاقة مع أوكرانيا وقال جوتيراش للصحفيين أن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن تطبيقها انتقائيا وأضاف الأمينو العام قائلا أن قرار روسيا الاتحادية الاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من منطقتين دونديتسك ولوغانسك يشكلوا انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها وأشدد على أن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سددت ضربة قاضية لاتفاقيات منسك التي وفق عليها مجلس الأمن الدولي اشترى الملياردير الفرنسي زافيا نيل فندق لامبرت المملوك للأمير القدري عبدالله بن خليفة الثاني موقبل أكثر من 200 مليون يورو وفقا لمصادر تحدثت لوكالة بلومبرغ وتعد صفقة واحدة من أكبر الصفقات على الإطلاق لعقار خاص في باريس وأوضحت مصادر أن نيل مؤسس مجموعة الاتصالات لا يخطط للعيش في العقار البالغة مساحته 43 ألف قدم مربعة ويفكر في استخدامه لمؤسسة ثقافية وتم بناء قصر لامبرت في عام 1640 من قبل لويس لوفو المهندس المعمري من العهد الملكي الذي استهام في تصميم قصر فرساي وتم بيعه في العام 2007 بأكثر من 60 مليون يورو إلى الأمير عبدالله بن خليفة الثاني وفي عام 2013 تعرض القصر لحريق أجبر المالك على إجراء جولة من التجديدات المهمة بتكلفة إجمالية وصلت إلى 130 مليون يورو تذكير بأهم العنوين محافظ صلاح الدين ووزير الدفاع يناقشان الأوضاع الأمنية والاستقرار المتحقق في المحافظة وأمر نبي دفع القوات الماسكة للأرض بسافة 90 كم باتجاه مناطق الجزيرة والحلبوسي يؤكد تطلع لبناء أفضل العلاقات مع الدول الجوار والأشقال والعراق في مرحلة جديدة من النهوض خلال الفترة المقبلة والمحكمة الاتحادية تقرر تأجيل دعوة طاني بشرعية إعادة فتح الترشيح لرئاسة جمهورية إلى مطلع آذار المقبلة ووزارة العمار توافق على شمول موظف العقود بقرار توزيع الأراضي والمقاتلات العراقية تدك هدفين يتحصن بهما داعش الارهابي في كاركوكا نهاية النشرة نلتقيكم على خير في أمان الله اشتركوا في القناة